باذخة هي الحرب في تعز ودوماً تجدها مستعدة لابتلاع ضحايا جدد إما مدنيين أو مساكن في حي الشماس في الجهة الشرقية من المدينة أخذت البليشيا هدوء الحي وألحقت الدمار بالمساكن وممتلكات المواطنين نموذج مصغر لما طال الحي في هذا المشهد حيث سكتت المئذنة وعمى الخراب مسجد الحسين بن علي وهي رسالة بلغة من المليشيا على عدم مراعاة أي شيء مرافق الجامع تعرضت بالكامل للدمار بما فيها فصول التعليم فلا أذان يرتفع هنا ولا مصلين يرتادون المسجد فصوت الحرب هي العليا في هذه البدينة ولا دلالة أكثر عن حضورها سوى هذه التي تتجسد هنا في المسجد ومحيطه وما لم يطله لحق بالمنازل المجاورة التي لا تبدو هي الأخرى أفضل حال في لحظة ما تزال مليشيا الحوثي تشن هجماتها من وقت إلى آخر على هذا الحي وبعض الأحياء داخل المدينة وضواحيها في غرب المدينة وتحديدا في نقطة السمن والصابون قصفت المليشيا منطقة الربيعي كما أقدمت على نقل بعض معدات عسكرية إليها بعد أن استهدفت مواقع الجيش والمقاومة في محيط السجن المركزي وشارع ثلاثين أما شمال غربي المدينة أيضا شنت مليشيا الحوثي والمخلوع هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة كما قصفت منطقة الديام جنوب المدينة بينما على بعد كيلومترات سقط صاروخ في منطقة خالية من السكان في مديرية المسراخ أطلقته المليشيا من أماكن تمركزها في مديرية خدير ولم يتسبب بأي أضرار أو إصابات ترجمة نانسي قنقر